اشتركوا في القناة جاءت بفضل المشروع الاصلاحي لجلالة الملك المفدى الذي اسس لعملية تنموية شاملة لبناء مستقبل افضل يجمع ابناء الوطن تحت مظلة العدالة والحرية والمساواة وحفظ حقوق الانسان واحترام القانون كما اكدت معاليها دعم مجلس نواب الدام للروية المؤسساتية الاصلاحية التي باشرتها السيدة جابرييلا بارون منذ انتخابها رئيسة للاتحاد اضافة الى دعم جهود الاتحاد البرلماني كمنظمة عريقة تسعى الى المساهمة في بناء نظام دولي جديد اقل عنفا واكثر عدلا من جانبها عربت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي عن فخرها واعتزازها بلقاء اول امرأة تتولى منصب رئيس مجلس النواب بالانتخاب في المنطقة العربية مشيرة الى ان تولي المرأة لهذا المنصب عبر الانتخاب الحر والمباشر رسالة قوية للعالم يجب ان تأخذ بعين الاعتبار لانها تؤكد تطور المسار الديمقراطي وصلابة الارادة الشعبية الوعية في مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر